ايه بحكاية فتوح لا فتوح مش يا جيمي بيقول مش قبل يناير بقولك مش قبل الصيف بس فتوح ممكن يخرج في الصيف في الصيف اللي جاي في وعد حصل خلال الجلسات اللي حصلت مع فتوح وكان سمير صلاح اللي هو كيلو الهولي يعني بشكل مباشر وبشكل معلن يعني انا خدنا وعد من ادارة نادزة مالك ان لو في عرض احتراف كويس لأحمد فتوح ان الادارة هتوافق عليه طيب هل العرض ده يا فندم في يناير لا معلش انا بس في نقطة في قصة واخد وعد بعرض احتراف كويس وعد بعرض احتراف كويس ده اللي هو من ريال مدريد بتلاتين مليون دولار يعني كويس دي بتبقى هو يصد كويس دي كلمة مطاطة يعني اه يعني كويس دي تبقى ايه يعني حسب القيمة المالية كريمة اللي هتيجي ما طبيعي اي لاعب يعني حتى زيزو اللي هو مهم جدا في الفريق لو جاتلي فيه قيمة مالية كبيرة جدا اللي هو تماشا اللي اللي زمانك عايزه على فكرة ستة وسبعة درقم كبير والزمانك ما فردش بزيزو فلو جيجي نفس القيمة فاحمد فتوح الزمانك ممكن يوافق امانة فيه بس هل اصد انه ايه بقى يعني اذا اصد الولاي الاتفاق اللي حصل يا كريم انه يتم الانتظار لكاس الامم الافريقية تمام يتم ساعتها يعني الحاسم وفقا لمستوى فتوح في البطولة لو في عروض ليه مهمة وقوية ماليا عادي يتسوق الصيف اللي جاي المشكلة فانا بقول لي جميع ان وقتها لو وصل لفتوح عرض بعد كاس الامم الافريقية ممكن يتم تكسيف المنفاوضات مع شكري انه هو ينضم في الصيف طيب بمناسبة فتوح بقى اتصالح هو شكبالة ولا لسه في مشكلة لأ لسه يعني ما حصلش الصلح اللي هو اللي هو الجلسة وفقا اعتاب وفقا صلح لان اللي حصل ان شكبالة كان بيتمرن جمانيز يهم فتوح كان بيتمرن في الملعب لو لما الاتنين فيه يوم كده او يومين زيزوا فتوح راحة وفيه يوم عملوا ما كانواش موجودين في التمرين لان كان عندهم كشف الطبيب بتاع المنتخب لما الاتنين طلقوا يعني فتوح وشكبالة وما حصلش اعتاب لان كانت فيه مجموعات متقسمة في التمرين فما حصلش اعتاب ولا جلسة يعني سلام كده اللي هو كاننا داخلين نقول لبعض صباح الخير وخلاص يعني ما فيش كلام وفيش فتح انه ففكر ففكر السلام مشاهدين برضو هم ليزعلنين او شكبال ليزعلن من فتوح لان وقت المعسكر خروج فتوح وشكبالة اتكلم معايا وحصل مشكلة ما بينهم بعد كده فتوح في التحقيق انا مش اقول لعيب باخرج من معه عسكر شكبالة خرج قبل كده فاللعيب اصلا الكبارلي في الفرقة سواء شكبالة او عبدالشافي يعني فيه هتبقى فيه قاعدة معهم ويضم لهم عمر جامل كمان بصفة واحد كبات المفريق من الادارة انه يا جماعة احنا عايزين نلم شمل الفرقة بشك كامل فتوح واحد من الكبات اللي جاين في الفرقة فالادارة وفقا لتوصيلها من الجهاز الفني يعني هتبقى فيها جلسة مع كبات الفرقة انه يا جماعة بعد العودة من التوقف عايزين الفرقة تبقى الهدف كل واحد المنافس على كل البطلات فيحصل جلسة ما بين كل الاطراف بتنسيق من الجهاز الفني ولكن بعد كاس الامم الافريقين عظيم